بحضور سعادة تأثى بتسالم الطريف مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية وممثلي شركة بيئة بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة نظمت بلدية مدينة الشارقة حملة لتنظيف بحيرة خالد من المخلفات وتوعية الجمهور للحد من رمي المخلفات في البحر كاميرا أخبار الدار مع مراسلنا سعود الكتبي وأفانا بتقرير مفصل عن الحملة إليكم التفاصيل في أجواء ممتعة ونسمات البحر الجميلة ابتدأت بلدية مدينة الشارقة صباحها بحملة لتنظيف بحيرة خالد وجاءت هذه الحملة انطلاقا من حرص البلدية للحد من الأضرار الناجمة من رمي المخلفات في البحر وتجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة للإمارة في أهمية نظافة البيئة البحرية والحفاظ عليها من المخلفات التي تتسبب بتلوث البحر والصعوبة انتشالها مستقبلا طبعا تأتي هذه المبادرة وفقا لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العائلة حاكم إمارة الشارقة حفظ الله ورعاه بأن تكون مدينة الشارقة مدينة عصرية نظيفة مثالية للعيش وكذلك تأتي هذه المبادرة من ضمن مبادرة مدينة التي تقيمها بلدية مدينة الشارقة على مدار العام وفي إطار جهودها المتواصلة لنشر التوعية المجتمعية بأهمية البيئة البحرية المحلية والحفاظ عليها انطلقت الحملة من على ضفاف بحيرة خالد بالقرب من مسرح المجاز مرورا بسوق الجبال بالشارقة وشارك في الحملة الكثير من مدير الإدارات بالبلدية لمال مشاركاتهم من دور كبير وانعكاس إيجابي وتشجيع للجمهور هناك إيجابيات كثيرة بالنسبة لهذه الحملة التي تقام بينها فترة مؤخرة بحيث أنها تجد فعلا بعد فترة من إقامة هذه المبادرات تجد أن كثير من الناس يبتدون الأماكن التي نقوم فيها بالمبادرات هذه تبتدي عندهم ارتفاع الوعي بالنسبة للنظافة وتجد حتى تغير بالنسبة للمكان الذي تقام فيه هذه المبادرات حملة تنظيف بحيرة خالد تساعد في اختفاء الظواهر السلبية في الإمارة وتعطي الجميع حس المسؤولية المجتمعية وبذلك تكمل التوعية ودور البلدية في الحفاظ على نظافة البيئة فكلنا مسؤول عن نظافة المدينة وإمارتنا الباسمة ضمن جهود بلدية مدينة الشارقة لجعل الإمارة تتلألأ بالجمال وإيصال رسالة سامية عنوانها إصحاح البيئة ومحتواها فلنحافظ على شارقة الجمال وكلنا مسؤول عن المظهر الحضاري لإماراتنا الحبيبة فبالنظافة ترتقي الأمم لأخبار الدار سعود الكتبي من بحيرة خالد بالشارقة